ايه الفخابة دي يا بشواندس؟ ايه الفخابة دي اتقل يا سيد زبرين بيتعمق جوء البني ادم ايه انا النادي بتاع حاجة تانية ايه فدي مش مش دي قيمة تجارية ايه ما يحدث من اهتمام براحة العضو وافتخار العضو دي اعمل ايه التسويق على اعلى مستوى من غير ما تتكلم عشان كده الناس اللي بتسهل على القيم السوقية والقيم الاعلانية العالية للنادي الاهلي يا جماعة المسألة مش من فراغ احنا بنتكلم على اه نادي فيه هذه القيم وهذه القمم الحقيقة لانه انا لما بتكلم على القيم شوفوا النادي على المستوى الرياضي ما بيهتزش ان انت تاخد منه افضل اربع او خمس بعيدات نادي حافل بالقيم اللي بيدافع عنها مجموعة من القمم اللي على رأس النادي بسيقة الجماعة العمومية شوفوا النتاج العامي شوفوا في الرياضة المسألة وصلة في فين وشوفوا على المستوى الانشاء الاهلي بيتوسع ازاي وشوفوا على المستوى الاقتصادي الاهلي بيمتلك القدرة وطول ما انت بتمتلك القدرة محدش عندك القدوة والقيمة والقدرة طول ما انت بتمتلك هذه المقومات لأ حتشوفوا المزيد من الانشاءات والمزيد من الافتتاحات والمزيد من التوسع اللي الاهلي بيوصل فيه لكل مكان عشان يخدم الوطن الغالي مصر كل مكان أنت بتروح له بتروح له برسالتك بتروح له باسمك بتروح له بأعضاءك بتروح له بتاريخك عشان تعمل هذا الإنماء في هذه المناطق الجديدة الفرع واضح جدا أنه دخل مرحلة التجهيز الكامل المجلس الإدارة لسه محددش موعد لحفل افتتاح إن شاء الله تعالى يكون يليق بقيمة هذا الحدث وقيمة هذا الإضافة الكبيرة للنادي الآلي أنا أكلمكم في أهرامات أربعة إذا كان الجزيرة ولا مدينة نصر ولا الشيخ زايد ودي الفرع الرابع الكبير للأهل في التجمع الخامس ودينا شايفين الكابت الخطيب بيبدي ملاحظاته على كل حاجة يعني التجول في كل مناطق النادي عشان يمسي كلهم على الوحدة إيه اللي مطلوب إضافته عشان يكون الفرع على أفضل حالة وأفضل صورة يعني بقيناش قادرين ننتظر افتتاح هذا الهذا الهذا اله يعني مش عايزة سميه فرع لأنه كيان مقر حين مقر هذا المقر يعني وعاوزين نشوف الأعضاء وهي دخلة وحجم السعادة اللي عندها وبإذن الله ينتشر نادي الأهل في كل ربوع مصر وخارج مصر بإذن الله على هذا المستوى وأكتر كمان